تعالوا مع حضراتكم نشوف في النهاردة عندنا أخبار في حلقتنا النهاردة وأكيد هنبدأ بأخبارنا بالنادي الأهلي محمد الجزاوي طبعا عده مجلس إدارة النادي الأهلي كان في استقبال وفد نادي الرجاء المغربي الشقيق خلال زيارته في مقر النادي الأهلي بالجزيرة واللي جاءت تزامنا مع ترتبات المباراة المرتقبة إن شاء الله ما بين الفريقين غدا السبت في ذهاب دور ربع النهائي من منافسات دور أبطال أفريق دم وفد الأشقاء كل من مهدي عفير رئيس البعثة وخالد فكريني نائب رئيس النادي وحمزة ساري مدير النادي والحسيني عبد الفتاح رئيس اللجنة التنظيمية بالنادي رحب طبعا محمد الجزاوي بوفد نادي الرجاء المغربي مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين الناديين التي لا تتوقف على نتيجة أي مباراة انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع النادي الأهلي وكافة الأندية المغربية الوطيد وجد فريق النادي الأهلي كل الدعمة أكيد والمسندة من كل الجماهير المغربية العزيزة أثناء المشرقة أكيد في كاس العالم للأندية في فبراير الماضي جدد الغزاوي طبعا التأكيد على استعداد النادي لتلبية كافة متطلبات باعثة نادي الرجاء وتوفير صبل الراحة للفريق وجماهيره اللي هتحضر مباراة الغد إن شاء الله في اختم الزيارة قدم الغزاوي طبعا درع وعلم النادي وقميص الفريق إلى نائب رئيس باعثة نادي الرجاء الذي بدوره طبعا قدم هو الآخر درع وقميص الفريق المغربي ونسخة من كتاب ملحمة الرجاء